السلام عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل وطن وخارج الوطن الناس لهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زيد اليوم الحصة بتعنا وهي المنتخب الوطني الجزائري والمباراة الأخيرة يعني من أجل الفوز والمورور للدور الثاني مهما كلف الأمر يعني هذه المباراة مهما كلف الأمر صحيح سيبه أحبان كلش كلش عبايين ضروك أبقات أبقات ضروك مباراة واحدة ثلاث نيقات لا غير ثلاث نيقات لا غير ما غاديش نقول لكم باللي غادينا بالصح لازم نفوزوا بيها لازم اللعابة يكونوا واعيين يكونوا قد المشؤولية حكث رجالة ناظت لكم بيدلو لكم بيبدلو لكم لاربيت أنا كعبورتسوانا بيبدلو لكم الملعب هيا أبقات عندكم أنتم ماذا حقا صحيح أبقات عندكم لن تكون المهمة المدرب الفني للمنتخب الوطني الجزائري سهلة من التحضير مواجهة الأخيرة لمحاربي الصحراء أمام الكوتيوار في الدور الأول لبطولة كأس أمم إفريقيا الجيريا في الكاميرون على اعتبار أنها ستكون حاسمة في تحديد مستقبل المنتخب الجزائري في البطولة ويسعى الخضل لتفادي صدمة صدمة الخروج مبكرا وتضيع فرصة الدفاع للقب وسط إحباط ومعنويات محطة لزملاء القائد رياض محلز رغم أنهم خسروا أول مباراة لهم بعد أزيد من ثلاث سنوات كاملة وكان ذلك أمام غينيا الاستوائية وباش نعطيكم معلومة وإن السيد الحاج محمد راوراو يعني وإن يقدم أوامر من أجل الإرسال لجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا وهي تغيير الحكم والملعب معنويات منهارة للعبين ليست عائق الوحيد في طريق جماب الماضي فهناك الكثير من العوامل الفنية التي واجب تصحيحها في لقاء التحديد ما صير فضل عن مشكل آخر تشكل صداع برأس المدرب بالماضي والتي يستعرض شكلت له بزاف مشاكل يسابه هو ثروك هو ما أخدمش لهذا الوقت ما أخدمش هذا الوقت هو شافحة بل يرأي مليحة يعني ويكون في 33 و 30 وخرجوا وقالوا من لا 33 تاعي آه ودي الجزائر قبلك قبلك وقبلك وقبلك 33 وقبلك كل شي وينو نقول له مشكلة الدفاع والإصابات بصرح مشكلة الدفاع والإصابات جماب الماضي الدغر ما تعالحاب الدغاشي تعالدفاع الدغاشي ما عنيش مشكلة أنا ما تجيش أنا احنا نقول له مشكلة هو يقول لك عني مشكلة بس عمكاش مشكلة أول مشكلة يواجهها المدير الفرني للمنتخب الجزائري هي لعنة الإصابات التي ضربت المدافعين عبد القادر بندران والجمال بن عمري لعبين وسط الدفاع في اللعاب الأول لم يكتمل المواجهة الأولى أمام سيراليون وعوضه جمال بن عمري في حين أن الأخير لم يكمل المباراة الثانية أمام غينية الاستوائية وجرى تعويضها بمهدي طهرات مدافع نادي الغرفة القطاري ولن يكون بمقدور بن عمري المشاركة في موقع كوتبور بسبب تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية للفخ في حين لم تتضح لحد الساعة جاهزية النجم الترجي التونسي عبد القادر بدران للمشاركة في ذات المباراة الأمر الذي يجبر بالماضي على الاعتماد مرة أخرى على مهدي طهرات رغم تراجع المستويات الأخيرة نحن ما نستاهمين طهرات قلونا طهرات بالنسبة هذا الناس اللي يقول لك باللي يقول لك باللي جامع بالماضي يشوف المستوى التراجع التعوي طهرات أنا يبالي لعب طوقاي مشي عندكم طوقاي طوقاي هذو الناس أنا ما نش عارف هذو اللعابة يروحوا ما يلعبوش أنا قلت لكم راحوا راحوا صعي مهيم تحكي 28 أكمسات و تاك 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 التشكيلة بينه التشكيلة تعجمال بالماضي بينه بقى لكذا الخطر يبدل بصاح هو دير 28 بصاح عنده 11 عش فيراسه عنده 14 اللعاب فيراسه اللي تلعب هذا مكان عنده 14 جوار تاعوا اللي تلعب هذك 28 هذوك زيادة هذوك زيادة هكم تشوفوا جبا الكاش وسط ميدان والتركيبة الهجومية الورشة الأكبر بالنسبة لجباب الماضي قبل اللقاء كوتيوار تتمثل في تغيير تركيبة خط وسط الهجوم فوسط ميدان الخضر الذي افتقد خادمات النجم تيفانتي الهولندي رمزي زروقي في مبارتين والنجم ميلون إيطالي في مباراة ولم يقدم هذا الخط المردود منتظر منهم ولم يساعد مهاجمين يعني حتى ما كاش تغيير ستشوفوا زروقي عاودوا اللوصحي خط وسط الميدان زروقي بركها نتحدى أي واحد ما يباين هكونا غادي كين كين بولحي ماندي بدران ولا طهرات إلا بدران عاودوا ولا طهر يو بدران ما كاشي طهرات بن عم راحوا كسموه عطال بن سبعيني زروقي بن ناصر بولايا لا بغايدين بولايا بولايا بلايلي محرز سليماني فاتة العباس 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 دونتريك هذا خطر سليماني وين خط الهجوم صائم عن التهديف لمبارتين على التوالي وين يعود من أولويات بالماضي الذي يوجد تحت ضغط تخلي عن قناعته بخصوص الثقة المبالرة فيها التي يضعها في الثلاث بغداد بن جاح إسلام سليماني ويوسف بلايلي ومنح الفرصة لأسماء تنتظر دورها وتستحق الفرصة في صورة آدم الناس ينتظر تعافيه من فيروس ومحمد آمين عمورة وسعيد بالرحمة الضغط الترشح وفخ التسرع يحاصران منتخب الجزائري مشكلتين آخرين زوج مساكل على المدرب محارب الصحراء حل وانحلها وتخفيف تأثيرها القاوي على مردود زملاء القائد محرص وبعد أن تخلص من الضغط السلبي لسلسلة لا هزيمة التاريخية أمام غينيا الاستوائية فهو مطالب بالتخلص من الضغط ضرورة الترشح إلى الدور المقبل حتى يكون الفريق في أفضل أحواله أمام كوتيبوار لتفادي سيناريو أكثر سوء بالخروج مبكرا من المسابقة خاصة أن معصير الجزائر بين أيدي اللاعبين والذين سيراهن بالماضي على خبراتهم الاحترافية الكبيرة لتجاوز هذا الفخ أما بخصوص فخ التسارع الذي كلف الخذ كثيرا خلال مبارس سيراليون وغينيا الاستوائية بدليل فرص الكثيرة التي أضعها مهاجمون فعلى بالماضي إجراء تغييرات المناسبة والتحضير النفسي اللازم حتى يتفادى هذا الكابوس أمام كوتيبوار خاصة أن هذه المواجهة تحتاج تسجيل أهداف ومن أنصف يعني من نصف فرصة بصف ومهاجمون مهاجمون ومهاجمون 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 لذلك 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 الحيطة والحاذر سنلعب يعني أمام منتخب عندهم مليوتيرة شباب عندهم مليوتيرة مليح قوي وعندهم لطاك وما شوف كوتيبوار نقطة الضغف التحو هي الدفاع يتحرك ببطء وين الدفاع يتحرك ببطء عندهم مليوتيرة شباب عندهم لطاك ما عندنا ما نهض خاتلو كان إنها الغنيا استوائية من طلع من طلع من طلع ما بدي وطلع وين ثلاث خاطرات يخرجوا علينا بالكورات المرتدة كم عقلنا لها باك تعقلوا نهار كوتيبوار احنايا من خسرنا معام دوء كم ركاونا دوبي بالكورات المرتدة باك تعقلوا لها على ذيك اليوم لازم نحضروها قبل المبارة يعني لازم الحيطة والحاذ الخدش عليها احنا قد نخد دخلوا تحت الضغط كبير ونطلب حاجة من اللعابين توا يدخلوا يلعبوا يلعبوا ينسوا يديروا بالمبارة اول مبارة يلعبوا فيها يدخلوا يعني سامبلي يلعبوا كما مظاهر اللعب التاعنا ما نتقلق مولو لياليك 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 هذه هي ما ندخلوش نشد فيه شعري نقطع حوايدي نشرب لانكول ونشرب اللازم يعني لياليك لياليك دخل بها هذه هي هذه نطلبوها منكم ما قضية لازم تتمركي ونضف دف يا مدين اللعب هيش كيما هاك مش كيما هاك اللعب اللعب حالبك ما كمش تلبو اللعب منظم ما كمش تلبو اللعب منظم ما كاش ما كاش لعب منظم والله وتحطوا البولة وما تخموش فيه أمور وليتوا راكم تخمو ما تخممش لعب لعب ما دقيس كلش من راسك لعب حط هاك 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 نقول لكم هاكم تلبو اللعب لابلك منش منظم منظم موالكم سيگمو الوحكم ترجمة نانسي قنقر